كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك اهتماما شديدا من الرئيس السيسي بدعم إقامة نشاط صناعي موسع بمدينة العالمين الجديدة جنبا إلى جنب مع النشاط السيحي والسكني الذي تشهده المدينة وأشدد مدبولي على سرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها بالمنطقة الصناعية لبدء تشغيل المصانع واستقطاب عدد أكبر من الاستثمارات مؤكدا على أنه يتم تنفيذ عدد من المزايا التكاملية لجذب المستثبرين واستمرارية مشروعاتهم وفي ختام جولاته بمدينة العالمين الجديدة تفقد مدبولي مشروع الحي اللاتينية المقام على مساحة 404 أفدنة وتفقد أحدى نماذج الوحدات والتشتيبات انطلاقة نحو المستقبل وفرصة للتغلب على التكدس السكاني تقدمها مدينة العالمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط ضمن جيل جديد من المدن الجديدة واحدة من مدن الجيل الرابع تأتي ضمن مخطط الدولة للاستفادة من المواقع المتميزة للمدن على ساحل البحر المتوسط والبحر الأحمر لتحقيق مزايا اقتصادية وسياحية وثقافية لقاصبيها بما تترمنه من مرافق ومعالم وخدمات تلائم مختلف الفئات المجتمعية أهداف كفلها لاختيار المتأني لموقع العالمين الجديدة من حيث قربها من ملاطق التنمية الجديدة الواعية حيث تقع في منطقة الساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح وتبلغ مساحتها الإجمالية 49 ألف فدان وتستهدف استيعاب ثلاثة ملايين نسمة ومن المخطط لمدينة العالمين الجديدة أن تضم أربعة عشر حيا متعدد المستويات ومناطق تجارية وخدمية على مساحة خمسة ألاف فدان كما تضم مراكز بحثية وجامعات على مساحة ألف فدان ومناطق لوجستية ومناطق صناعية وبحسب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تنفرد مدينة العالمين الجديدة باحتوائها على أحدث المشروعات التكنولوجية والعمرانية التي لا مثل لها في الشرق الأوسط حيث تضم المدينة الجديدة أول محطة إنتاج مياه للشرب بالتكنولوجيا التكثيف بإنتاجية تصل إلى مائة ألف لتر مياه يوميا وناطحات سحاب سياحية وسكنية ممثلة في مشروعات أبراج العالمين الجديدة وممشى سياحي على مساحة أربعة عشر كيلو مترا بالإضافة إلى منطقة ترفيهية ومركز طبي عالمي على مساحة أربعة وأربعين فدانة هذا إلى جانب محطة لتحلية مياه البحر ومشروع زراعة محاصيل مثل النخيل والزيتون والرومان بالإضافة إلى جامعة العالمين الدولية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ومركز سياحي عالمي كما يوجد بمدينة العالمين الجديدة مركز مؤتمرات عالمي مجهز لاستقبال المؤتمرات من الخارج هكذا تواصل مصر مسيرة تشيد وبناء المدن الجديدة في كافة أرجاء البلاد لتصبح العالمين الجديدة أيقونة البحر المتوسط وقبلة السياحة الدولية والفاعلية العالمية